بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترمومتر الإيمان عند الأمة أفراد وجماعات ومؤسسات ودولة هي من أكثر ما يجلب انتباه أعدائنا لأنهم يعرفون أن هذه الأمة تمكن على قدر اتصالها بالقرآن وعلى قدر تشر بقلوبها لمنهاج الإيمان وعلى قدر تحركها للأولويات التي جاء الإسلام لحفظها الدين أولاً النفس ثانياً العرض ثالثاً العقل رابعاً المال خامساً هذه الكليات نعطيكم واحد المثال إن شاء الله تعالى في الأندلس لما بدأت حروب الاسترداد المورسكي للأندلس كانوا يرسلون خبراء اجتماعيين علماء اجتماعيين فيجوبون أقطار الأندلس فيتتبعون أثار الجيل الصاعد الأطفال 11 العام 12 العام فيرون علاقتهم هؤلاء مع واسمه مصلاة مع الدين ككل ويعطيهم تقارير للنظام السياسي وبناء على تلك التقارير توضع الخطط من أجل استرداد تلك الأرض وتحقيق ما يريدون وعلى القصة أرسلوا هؤلاء العلماء فوجدوا شابين صغار 13 العام يتخاصمان قربوا منهم قالوا لماذا هذا الخصى؟ كانوا قرية العربية هذا كل ناس اللي كانوا يديرون احنا كانوا يجيوا عندنا قاع في البادية قرية العربية وكل شيء يجيب لك الحمار ويديلك بو الشراوط ويقى يديلك له وجاي ديك كل شيء المسائل كلها كلها يعني الدراسة وتعالى هموا علماء احنا كنسميهم غاها كده اللغة فلان تعلم نسميهم بو الشراوط نسميهم المهم الحصير الله قالوا لماذا تتخاصمان؟ قالوا ألك شيء من العلم يا رجل؟ قالوا نعم ما الذي تختصمون فيه؟ قالوا اختصمنا في حديث في صحيح البخاري في رقمه في الترتيب والتسلسل أنا نقول خمسالاف وثلتمية واثنين وعشرين وهو يقول خمسالاف وثلتمية وواحد وعشرين يعني القرآن مش ها حافظينه هو اطناش زيل صحيح البخاري حافظينه زيل هذا واحداش لعب فكتبوا تقريرا وقالوا لا سلطان لكم على هذا الجيل أخدموا باش تبع عدوهم على هذا القرآن ولا هاشي الموجون الرقص الموسيقى الكورة اللعب المهرجانات الخديرات المسكيرات هكذا اخطوا الله لهم شغلوهم بالتوافع شغلوهم متين عام بعد متين سنة من هذا العمل خرج خبراء في هذه الدولة من بعد ما ماتوا الخرين يقومون بنفسي العمل فإذا بهما بشابين اتناش العام واحد يبكي 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 قلوهم اللذي وكي قال جفتني خليلتي خلتني حبيبتي بس كي مشاتلو أحبيبتو فكتبت تقرير بديو ألوارك شو بديو بديو وبداو ورا كنت شوفيني بديك الحجرة الحجرة اللي ما وصلهاش موسى بن نصير وخليها من ذيك الحجرة بدت عملية الاستيردان دايما ذيك المناطق تبقاه ذيك الحجرة معروفة من ثم ما بديها فبدأت تسقط الولايات 22 وحدة بحل الدول العربية 22 وحدة كالضمينون والغريب أن حاكم طولي طلة يستعينوا بهم لضرب حاكم إشبيليا وحاكم واك حتى وصلوا إلى آخر معقل اللي هي غرناطة عبدالله الصغير فأخذوها آه هذا شيء تقول لناك لا عبدالله علاش علاش منشت الشباب يبكي على خسارة المنتخب المغربي يبكي الكرة يبكي وسمعت لهم يقول له وواحد قال له علاش علاش أنا درت أنا بلونش اسمح في القرية وواحد قال له أنا اسمحت في المشروع ديالي واحد 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 فاعتبروا الخسارة في اللعب بجلدة مليئة بالهواء خسارة ذات قيمة ولم يبكوا على الخسارة في مؤشرات التنمية لم أرى أحدا منه بيبكي على حال هذه الأجيال وقد ضاع التعليم والتربية ما رأيتهم يبكون على الكرامة المهضورة للإنسان المسلم ولا للدماء النازفة ولا للأراضي المسلوبة ولا لبطش الأعداء بإخوانهم في مينمار الإيقور في الصين حتى كتب حتى كتب أحد كتابا يقول أحسن طريقة للانقضاض على هذه الأمة هذا اكتب رأينا هو أن لا ترحموهم ولا تستمعوا لصيحاتهم فإنكم كلما زدتم في تأليمهم واجتساثهم كلما سلموا لكم وعطى المثال واسم المثال قالوا انظروا إلى الصين ماذا فعلت في مسلمهم فرزقوا وسكتوا وسلموا وانظروا إلى بشار ماذا فعل بهالي الشام رزقوا وسكت وهم من لم يسلموا لكن وكيبوا فعلينا إذن هنا أن نفعل هكذا لا نسمع لآهاتهم لا لعناتهم لأن الطريقة الوحيدة لجعلهم يرذخون ويستسلمون هو الألم وزيادة الألم ومضاعفة الألم وعدم شاه كما قال وحدة وحدة عنده واحد قناة كنت نسمع له كانت جيبه الجزيرة بالزهف ما نسميه شيء وكان يتكلم على هو وقف مع بشار فيما فعل مع المسلمين هناك قال له الآن هذا القائد العربي هو حينما ينفذ هذا الأمر هذا الأمر كنت عافظ مع الشيعة الروافض مع الميليشيات أنت حم قال له وسمه قال له عليه أن يفعل ذلك زيد بيد غير مرتجفة الله بخصوش يرجف يديراه بيد غير مرتجفة أسمعت مراح حتى واحد ما يقول لكم اسم رو كدير لله مع المسلمين دير اللي بغيت ستكافأ كلما أبديت وسمه شراستك في تعاملك مع هذا النمط هذا كرا ستكافأ الله أكبر الله أكبر قولوا لي الله يخليكم ها هو المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا الدول كاس ومن بعد هو لعب كنا بكل علام نتكلم وكنا نتكلم في قاطر علام كنا نتكلم نتكلم علام على أنه لعب زيد ومن خلاله وصرف واسمه ذاك شلي كان يبان السوجود وكذا والحمد لله ولا يدار عروف هيك إلا كانت هذ الكورة هذي غي لعب خليوها غي لعب إلا ما نقدرش نرفضه الرئيط فلسطين وما نقدرش كذا وما تقدرش كذا يعني من أحسن يبقى اللعب خليوها غي لعب خليوها الوقت الثالث الوقت الثالث خليوها قولوا لله يخليكم هالأمة التي لا تتحرك لكل ما يقع الآن للمسلمين وتخرج بالآلاف لكي تقول الحمد لله ناجم في ذاك الحمد لله ما هذا وش حال وإحنا نقول لم تتقوا الله يا مسلمين ما تقدرش تخرجوا باش تقولوا اللهم إن هذا منكر لما يقعوا المسلمين وتخرجوا ثم هذا صنع المحتوى في الوسائط الاجتماعية اللي يجعلون من هذا المسألة مسألة كبيرة جدا ويبقا يبقا يشعلوا النار باش يجيبوا كما يقولوا وما يجيبوا هذوك المتابعات يا لطيف يا لطيف يا لطيف لماذا لا تتركوا اللعب يأخذوا حيزه في منظومة الأمة التي تجعلوا اللعب واسموها كيقولك اللعب فين يجي فين يجي يجي في التالي ما هذا الانتصارات وتبني كذا يعني تروح على روح كذا نوع من تروح ساعة يا حنظلة ساعة 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 لعبوا ونديروا ونمارسوا ونطعبزوا ونديروا النكات يا كاسيتي ونخفوا على روحنا والدين دينا ليس فيه رهبانية والدين دينا فيه إن شاء الله تبارك والسماعة وواسع ولكن لا القضاية الجد جد فلا يمكن أن يصير اللعب يعخذوا مكان الجد في الاهتمام عليها تحب عليها تعادي عليها أشهد الشيء أين عقولكم يا أيها المسلمون في الأرض أين عقولكم تقول الله ركومة واحدة أنا من اشتاء بعض القنوات يتكلموا عن المقابلة أنت على الأردن مع العراق يعني شوفوا نوسلة يعني الحارس أنت على الأردن يسميه يزيد وهذوك العراقيين كلهم روافق يلغى واسمو يلغى واسمو يلغى يا علي يا علي يا علي وكي يسميه الأردن من الخدمة أنت حميات والأخرين يقولوا يا الله يا الله يا الله هذه صورة حقيقية الله أكبر لما يرادوا لكم هم يعرفوا اللعب أنت حم واسموها ما شبح اللعب أنت عنا إن حاصر في الأهداف أنت على اللعب هو اللعب أنت عجي فيما باش الأردن هي المنطقة المستقبلية التي ينبغي أن تأخذ الآن اسمها تاسيتي وفلسطين بعد ما مشت سوريا العراق اليمن ما زال نساعد غلطة اليمن وقضية دي لبنان والآن جاء الدور على الأخر لأن بعد إعلان النصر في غزة رغم كل هذا الشيء واسمه سيقع الله أكبر واسمه غادي واسمه غادي واسمه غادي وقع إن شاء الله تبارك بعدها واسمه غادي وقع لابد من تجيري هذا النصر لأولئك الذين يخطط لهم أن يسيطروا على الشرق الأوسط كما في كتاب صحوة الشيعة المعتمد في دهاليز الإدارة الأمريكية سأبدأ لا زوجت على الصورة بناء الميليشيات في كل مكان وعمره ما تصنفهم في الإرهاب ومن بعد إن شاء الله تبارك وتبدأ الشغالات ديالها في اللي بول تبدأ غير غير الاعتراف الخانوني وما تبقى تخدم المسائل الليلها أردت أن أعلق على ما شاهد في هذا الأسبوع من هذا الفيضان هذا الثوران على من على جلده على جلده من تايا تموت على الكرة هذاك مسكي اللي يلعب في الكرة هذاك أرى الحمد لله عن دورة غادي يمشي إن شاء الله والله يزيد له والحمد لله نشوفهم هكذا مرضيه الوالدين وكذا وندعوا معهم الله تعالى ولكن يا أخي أنت سألت مسلم أرتب الهتمام على حسن الأولويات تعرفوا شكوه الخاسر ولا ما تعرفوا شكوه اللي خسر دينه هو الخاسر اللي خسر كرمته هو الخاسر اللي خسر عرضه هو الخاسر ألا إن الخاسرين شكوه الذين خسروا أنفسهم أهل الزين يوم القيام ألا ذلك الخسران المبين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة ظل ما معنى ضل أي افتقد الوجهة الحقيقية أتبدلوا للأولويات ضرر هو أنك لا تعرفوا الطريق المؤدي إلى الهدف هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضلوا سعي في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنوا سألوك بالوحدة ينمو باش بإشاعة الوعي العلم الثقافة أن تكون له كرامة أن يكون له زيد الحق في الولوج إلى المنظومة الصحية أن يكون المظلوم قادر على أن يأخذ حقه غير متعتع وأن يستطيع الولوج إلى العدل ويأتي بحقه هذه الأمة لا قدس الله أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه غير متعتع أما نخسرها نخسر الكرة كلنا في الخسارة سوا اللي يغلب ويخسر في إفريقيا لأن إفريقيا كلها الآن مش خلاحة